مطار البحرين الدولي المطارين الاعتمادين الدوليين يعكس جهود الشركة المتواصلة لتقديم تجربة السفر على مستوى عالمي إنجاز تلو الإنجاز يحققها مطار البحرين الدولي ليعزز بذلك موقعه على خارطة المطارات الدولية والنقل الجوي ويأتي منح مجلس المطارات الدولي مطار البحرين الدولي شهادة الاعتماد للتميز في تجربة العملاء لينضم بذلك إلى 29 مطارا في منطقة الشرق الأوسط يأتي هذا الإنجاز العالمي تأكيدا على التزام مطار البحرين الدولي بتعزيز تجربة السفر على المستويين الإقليمي والعالمي ويعتمد برنامج مجلس المطارات الدولي لجودة تجربة العملاء تقييما شاملا على معايير متعددة مثل آراء المسافرين وجودة الخدمات ومرافق المطار ومبادرات سهولة الوصول والحركة كما يعد الحصول على هذا الاعتماد نتيجة جهود مكثفة تشمل مشاركة جميع الأطراف المعنية وتطوير مهارات العاملين في المطار أما منح مجلس المطارات الدولي شهادة الاعتماد للإجراءات الخاصة بتعزيز إمكانية وصول المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوى الأول جاء لتماشي المطار مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وكانت شركة مطار البحرين قد أطلقت في عام 2023 مبادرة احنا نشوف تحدياتك لأصحاب الإعاقات غير المرئية المسافرين عبر مطار البحرين الدولي والذي يهدف إلى وضع خيارات متعارف عليها تسهل حركة المسافرين من أصحاب الإعاقات المرئية وغير المرئية من خلال منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة إن هذه الإنجازات التي يحققها مطار البحرين الدولي تحققت بتكاتف جهود فريق شركة مطار البحرين وكافة الشركاء العاملين في المطار وتؤكد أيضا سعي المطار الدائم لتوفير تجربة سفر متكاملة تتسم بالجودة والابتكار في مجال النقل الجوي ترجمة نانسي قنقر